السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب حمدا يليق بذاتك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حبيبي يا رسول الله سيد الوجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما بعد فإننا جميعا نأمل أن تثقل موازيننا أن نحن عارفين أن أعمالنا توزن يوم القيامة فإذا كثرت الخيرات ورجحت ورجحت الطاعات وزادت هنا تثقل الموازين ومتى تخف إذا كثرت السيئات طيب هل هناك مفاتح من الذكر تثقل الموازين كلنا حريصين فعلا أن تثقل موازيننا عند الله يوم القيامة لذلك منا من يتصدق ومنا من يستغفر ومنا من يقوم الليل ومنا من يصلي والناس نيام ومنا من ينصح الناس ومنا من يفعل الخيرات ويتجنب المنهيات ليه حتى تثقل موازيننا عند الله يوم القيامة نحن في هذا الوجود لهذا السبب نعبد الله فتثقل الموازين طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مفتاح لثقل الميزان أو حتى يثقل الميزان لذلك قال صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بساطة سهل جدا أن نقولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رايح شغلك الصبح رددها في بيتك رددها رايح تنام رددها في الطريق للمسجد رددها في طريقك إلى الطعام حتى رددها في كل أحوالك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سهلة حبيبة الله هذه الكلمات يحبها الله وتثقل الميزان مما يثقل الميزان أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر النبي قال لي عن هذه الكلمات خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت يبقى هذه الكلمات أيضا تثقل الميزان ترجح بها كفة الحسنات على كفة السيئات وإحنا حنروح لربنا سبحانه وتعالى فرادة ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون كذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أن ثقل الموازين بالحسنات تدخل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم بذكر الله وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تعلموا هذا الذكر حتى ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات نسأل الله القبول وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته